دلوقتي مع حضراتكم هنتحرك إلى جمعية المهندسون العرب على طريق بالبيس هنزور هناك مصنع روكال لمواد العزل ده أكبر المصانع في الشرق الأوسط اللي بتنتج مواد العزل للصوت والمياه والهواء خليكم معانا دلوقتي حضراتكم بتزوروا صرح صناعي حي مجموعة روكال لمواد العزل سواء للصوت أو المياه أو الحرارة أو الأشعة خمس مصانع في جمعية المهندسون العرب بالطريق بالبيس مجمع صناعي متكامل بينتج ألاف المنتجات في ست عائلات رئيسية من مواد العزل ووصلات الهواء صناعة مصرية كبرى وحققنا فيها تقريبا الاكتفاء الزاتي اللي أسس مجموعة روكال لمواد العزل ووصلات الهواء هو الدكتور كمال الدسوئي خبير مواد العزل للمياه والحرارة والصوت والأشعة وأبرز منتجاته الصوف الحراري اللي بيصنعه من الأحجار البركانية التلاتة الدولميت والفحم والبازلت وبيصهرها على درجة حرارة بتوصل لغاية 1800 درجة مقوية وبالطرد المركزي بيحولها لصوف عازل للحرارة والصوت ومانع للحرائق لا قدر الله الدعوة توجهت لبرنامج الجدعان من المهندس فادي كمال الدسوئي العدو المنتدى بنائب رئيس شركة روكال رئيضة صناعة مواد العزل ووصلات الهواء عشان نتعرف على منتجاتهم الجديدة وتطبيقاتها وأسواقنا الخارجية والتحديات اللي بتواجه صناعة مواد العزل ووصلات الهواء ركزوا معاه احنا المصنع الأول في مصر والشرق الأوسط في تصنيع مواد العزل احنا وقفنا استيراد كل مواد العزل من برة وخلناها صناعة محلية صح الكلام دا ولا لا؟ روكال براند وهو رحلة ومجهود أكتر من عشرين سنة النهاردة احنا بنتوجها الحمد لله بخروج المنتج الصوف الحراري اللي احنا زمان كنا بنستورد كل مستلزمات العزل في مصر بالكامل كان بيتم استيرادها وإحنا أول ما بتدينا شغل في المجال دوت بتدينا زي أي حد بتدينا باستيراد المواد العزلة ما كانش فيه لسه رؤية للصناعة ومع الوقت بتدينا ندخل استيرادات واحدة واحدة في الانتاج لحد ما وصلنا للحجم الحمد لله اللي احنا وصلنا له النهاردة طبعا احنا بتدينا باستيراد المواد العزلة بداية من الاكسسوار بداية من المنتج الأساسي اللي بنستخدمه في عزل الحرارة كل ده كان بيتم استيراده من الخارج واحدة واحدة بتدينا نصنع الكلام دوت من 2003 بتدينا بخط انتاج صغير جدا بسيط جدا لكن بتدينا ندخل مفهوم الصناعة واحدة واحدة تكبرنا خطوط الانتاج لان انت اما بتبتدي بحاجة صغيرة العقد اللي بيجي لك انت بتعيد استثماره تاني صحيح تالت ورابع لحد ما تقدر توصل في مكانة تنافس فيها البرندات العالمية الحمد لله احنا لا نقل عن اي مصنع موجود في اوروبا وفي امريكا بدليل ان احنا دلوقتي اسمنا كبرند بقى موجود في دول وابا تلاتين دولة حاسية اوروبا ودول عربية حقيقي تلاتين دولة والكلام ده احنا بتدينا فيه في وقت قصار جدا المنتج بتاعنا ده صعب جدا في المنافسته لان هو بياخد حيز كبير حجم كبير فبتبقى تكلفة نقله كبيرة جدا وهو منتج مش غالي لكن الامباكت بتاعه ومرضوده عالي جدا اضعاف 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 اللي هيتها تصرفه على المنتج دوت واحنا الحمد لله بالنفس في دول كمان فيها قطوط انتاج للمنتجات دي هو حضرتك بتختارك الاسواق دي ازاي انت بتعمل برند لازم يبقى عندك تواجه ان انا مش بعمل منتج وخلاص لا انا بعمل منتج لازم استثمر فيه مش مجرد يعني انا مش بعمل منتج بس المنتج ده جزء من الصورة لكن في حاجات تانية انت لازم تستثمر فيها لازم تستثمر في الشهادات المنتج لازم تستثمر في التطوير عندك انت في المنشاة بتاعتك لازم تستثمر في تطوير العامل البشري لازم اعرف هل انت فاهم في الصناعة دي ولا لا هل انت هتتجاوب مع متطلباتي اللي انا عايزها ولا لا هل انت على دراية بالمنتج بتاعك هل انت على دراية بمتطلبات السوق المنافسة بتاعتك غير كده كمان انت لازم تستثمر في التسويق انت لازم تنزل معارض انت عندك الدولة بصراحة عاملة مبادرة بقى لها شغالة بقى لها اكتر من 15-20 سنة دعم استادرات انت اي معارض خارج جمهورية مصر العربية تاخد دعم عليه يوصل لغاية 80% احنا من سنتين طلعنا معارض في فرنسا تدينا نختارك الاسواء دي بالطريقة دي انت لازم تتواجد في مكان السوق والناس تديلك الفرصة اول ما المنتج بتاعك يخش اول مرة جوه السوق هنا انت بتبتدي رحنة البداية بيجيلك الفيت باك يعني مش ترتاح لا انت تبدأ المعاركة اه انت كده بتبتدي تبتدي بقى انت بتحط رجلك تشوف بقى الفيت باك اللي بيجيلك والله منتجك كويس لا ده محتاج شوية تعديل عايز حضرتك يا مش مواند استفهمنا يعني ايه مواد عزلة وبتعزل ايه واهميتها ايه وبتوفر لنا ايه فهمنا بالراحة المواد العزلة ببساطة جدا هي مواد بتمنع انتقال الحرارة او الميا او الصوت من فراغ للتاني او من مكان للتاني ده بكل بساطة احنا ده بالنسبة لنا مهم في ايه اكبر ميزة او اكبر عائد منه هو توفير الطاقة ان انت تمنع انتقال الحرارة هو بيساعدك في تقليل استهلاكك للطاقة تاني حاجة فيه مش ميزة فيه اهمية هو حماية المنشآت انت بتاقي حمي استثمارك عزل الرطوبة وعزل الميا ده شيء اساسي جدا ده بيحمي استثمارك لان لو ما عملتش كده منشآت منشآتك صرفت عليها مليارات وملايين لكن ما حميتهاش بطريقة سليمة وطريقة مصبوطة انا عايز اذكر حاجة بس حدا قلتها لي ان احنا عندنا حوالي ست عائلات في قلب هذه العائلات خمسين الف منتج من قلب مصنع ركاة لا حي كل تطبيق ليه منتج مختلف فيه عميل يطلب سمك والايل عميل يطلب سمك عالي فيه احنا بنشتغل في قطاعات كتير قطاع الاجهزة المنزلية ده اقطع كبير جدا بالنسبة لنا ده بيبقى ليه منتجات مخصوصة مصانع السيارات فيه شركة كبيرة جدا في مصر ما شاء الله عليها بتصدر للندن وبتصدر لدوار العالم كله دي كلها بتاستخدم عزل من عندنا كل ده كنا بنستورده هندسة كل ده كنا بنستورده صناعة الترفيه السينمات والمسارح دوروا الأوبرا الأوبرا المصرية الأوبرا في العاصمة الإدارية اللي السخياري بتاعها خواجة وأخذ العزل من عندنا زي ما حضرك شفت هنا صورنا حلقة قبل كده في الأبراج الشركة الصينية سي بي دي قلب العاصمة دي كلها بالكامل العزل من محلي من عندنا زورنا مع المهندس فادي كمال الدسوئي قبل كده في العاصمة الإدارية منطقة السي بي دي المركزية اللي فيها البرج الأيكوني وغيرها من المباني الإدارية والفنادق وكلها اعتمدت على مواد العزل من ركال سواء للسوت أو المية أو الحرارة أو الأشعة يعني خمات مصرية بنسبة 100% وبتكلفة بسيطة جدا وطبعا العزل يعني حماية كاملة للمبنى من أخطار الحرائق لقدر الله وبيوفر الطاقة بصورة كبيرة جدا ويخلي المبنى كله صديق للبيئة بجد العزل بيفرق بنسبة 100% وكفاية أن بمجرد دخول المبنى درجة الحرارة بتختلف تماما وفي عزل الحر كان الهوى بارد بدون تكيفات مركزية النهاردة ما فيش مبنى حديث في كل المدن الجديدة في مصر إلا ما بتتخدم فيه مواد العزل صح ولا لا؟ ده حقيقي عزل الميا وعزل الحرارة في أسطح المباني اللاغن عنه في أي منشأة في مصر جير كده كمان إحنا جزء كبير جدا من صناعة التبريد والتكيف كنا بنستهلك عوازل من برة وعايز أقولك يعني بعشرات ملايين الدولارات في السنة الأزمة الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها إحنا الحمد لله كانت ميزة بالنسبة لنا لأن هي أهلتنا إن إحنا نبتدي نقدم المنتج المحلي كبديل للمنتج المستورد وبدأ المستهلك يبصله بصورة تانية خليني أقولك حاجة وبكل صراحة هل فيه استشاري مصري يتجرق إن يرفض مواد العزل اللي بتصنعها ركالي هنا في مصر بنسبة مكاول محلي 100% ويطلب المستورد؟ دلوقتي بقى نقدر نقول 95% دلوقتي كله بقى شغال منتج محلي خلاص بالكامل لأن الناس شافت وخدت الثقة لأن الثقة دي يعني لا تمنح فهو ده اللي أهلنا إن إحنا نوصل لدوة النهار أنا جاي عشان أحتفي بالصناعة الوطنية اللي قدرت إنها تحل محل كل مكون أو منتج بنستورده من الخارج سلسلة كبيرة جداً هننفذها في برنامج الجدعان أي مصنع محلي قدرت إنه يصنع منتج ونستبدله بالمصنع أو بالمنتج اللي كنا ميجيبه من بره لازم نحتفي به أنت النهاردة عندك حوالي خمس عائلات الخمسة دول قدرت إن أنت تحل محل المستورد تماماً وبنسبة مكون محلي 100% مصري صح ولا لا؟ تحكي إنها هي المكونات وهي المنتجات إحنا عندنا خمس عائلات دي المنتجات اللي إحنا بننتجها بالكامل إحنا أصوف الحراري ده رقم واحد اللي بيدخل في كل حاجة يعني أنا اللي بستغرب منه إحنا هنا فيه فرن وفيه سلندرات وخلط طوله أكتر من 100 متر ومش بنشر عارة يا جماعة ده حقيقي كل ده عشان أنت عازل المبنى؟ ده كل ده عشان أنت عازل المبنى أنت لو مش عازل المبنى مش هتعرف طوط فيه أصلاً هو ليه قطاع التطوير العقاري ما بيدخلش بقوة في إنشاء مباني فيها مواد عازل ده بيبيعوا الوحدة بالدولار بـ 2 و 3 مليون دولار وحدة 3 عوض ما يعزلهاش إزاي عشان يوفر طاقة على البلد أنا عايز أعرف هو دي مقاومة التغيير اللي أنا بقول لك عليها إحنا ولدنا وجدنا أباؤنا على هذا الوضع لا نكسر فإحنا بنقاوم التغيير إحنا دلوقتي بنحاول نحنا ندخل دوت مع المطورين والعقاريين واحدة واحدة أول مطور عقاري هيعمله هيجر الباقي كل وراه دي لو أنت عملت منشأة معزولة وعملت وحدة عقارية معزولة عازل سليم دي هتبع حاجة مطور عقاري بينفرد بيها التكلفة عالية عشان أعزل مثلاً قرية سكنية كل الوحدات تمام معزولة التكلفة لا تتعدى الواحد أو اثنين في المية من تكلفة المشروع تكلفة لا شيء لكن العائد بتاعها يعني أنت هتوفر في استهلاكك بس ما لا يقول عن تلاتين أربعين في المية من استهلاك الطاقة آه من استهلاك الطاقة على فكرة ده قرار دولة طبعاً يعني لماذا لا يصدر قرار من جميع المنشآت الجديدة يتضمنها مواد عزل أنا عايز أقولك النهاردة فيه دول دول شقيقة زي السعودية مثلاً كود إنشاءات المباني عندها بيفرض استخدام العزل في أي منشآة داخل المملكة وفي مصر هنا ليه ما نعدلش كود بتاعنا الكود إحنا عمدنا الكلام ده في الكود لكن محتاجين تطبيقه عايزين نكمل العائلات اللي إحنا أنتجناها ومنعنا تصدرها من بره وهنمنع إحنا طبعاً عندنا بقى عائلات إكسسوارات التكييف عندنا وصلات مجاري الهوى المارينة دي بيتم استخدامها في جميع المنشآت التجارية عندنا إكسسوارات تثبيت العزل اللي هي المسامير ذاتية اللاصق عندنا وصلات التكييف المارينة اللي هي بتمنع انتقال السوت من مجاري الهوى دي كلها برضو كان بيتم استراضها لأينا إحنا انتجها هنا واخدنا عليها شهادات اعتماد بالمناسبة سوف المعدني بتاعنا واخد شهادة اسمها شهادة اليو ال سبعمائة تحتة وعشرين دي شهادة أمريكية ودي أعلى كتجري في الشهادات في العالم فإحنا عصلنا عليها وعادنا حوالي ستة شهور شغالين عليها والشهادة الوحدة تكلفتها معدية تقريباً السبعين ألف دولار دي اتدخلك سوء الأمريكي مسلاً ولا إيه بالزبط؟ بتدخلنا أسوء كتير جداً مش الأمريكي بس دي شهادة مهترف بها في العالم كله تكملة المنتجات إحنا بينا بنصنع كمان لفات العزل البيتومينية دي كمان إحنا بنصدرها دلوقتي لأكتر من ثلاثين دولة إحنا بنستهدف إن إحنا نرتح سوس غفورة وشايفين إن إحنا فيه عندنا فرصة كويسة فيه ومش سودة بس طبعاً نبن أنضب دول العالم عندنا بنصدر لإيطاليا وبنصدر لإنجلترا فطالما قدرت إن أنت توصل لأسوادية ده معناه إن إنت ماشي صح مبادرة البنك المركزي استفدنا بيها هنا في المصنع؟ آه طبعاً من خلال البنك إيه؟ من خلال البنك الأهلي يعني الناس قاملت بالصناعة وقاملت بفكركم ودعمت بقوة ركال صح ولا لا؟ ده حيّة ده حيّة والناس دلوقتي ابتدى التوجه والاهتمام كله يبقى بالصناعة فإحنا بدنا دلوقتي نشم نفسنا زي ما حصل في الصين كده وفي كل دول العالم هي بتحمي الصناعة الوطنية إيه في الوحمص ناطقك إحنا لازم نحمي الصناعة الوطنية وإحنا سوء كبير وسوء الناس بتبص ليه على اللونج ترم دلوقتي هنتحرك مع المهندس فادي كمال الدسوئي العدو المنتدب ونائب رئيس شركة ركال رائدت صناعة مواد العزل لمنطقة المنتجات الجديدة اللي كنا بنستوردها بملايين الدولارات من الخارج وهو عمل لها إحلال كامل وأدخلوا الروبوت في صناعتها لمزيد من الدقة والجودة المهندس فادي كمال الدسوئي هنا في مصنع روكال إحنا عندنا حوالي خمس مصانع بتنتج أو المصنع الرئيسي بينتج حوالي أربعين ألف من الصوف الحراري منطلع كل المنتجات دي عشان نقدر نتوسع في مواد العزل اشرح لنا إيه المواد استخداماتها طلعناها إمتى؟ إيه التحدي اللي كانوا قدامنا إحنا بنصنع؟ نبدأ بأصغر حاجة خلينا نشوف كده المصمار دو ده أصغر منتج احنا بنعمله هو ده تحدي؟ أه، ده أصغر منتج كنا بنعمله أو بنعمله دلوقتي ده تحدي لأن ده كان بيجي من بره ده إحنا كنا بنستورد الشحنة الواحدة بالتنين وثلاثة مليون مصمار مصمار في الشحنة الواحدة على أقل ده استهلاك مثلا شهرين ثلاثة استهلاك السود المحلي فاحنا بننتج تقريبا عن حوالي دلوقتي منموم مليون مصمار في حوالي خلال أسبوعين إنتاج هوري لك حاجة ثانية ده وصلات الهوى المرنى اللي هي الـ تمام؟ ده منتج كان بيتم استراده من الخير وليه ألوان حلوة أوجد؟ ده إحنا بنعمله بألوان مختلفة علشان أنظمة التكييف فيها سبلاي وريتيرن فيها تغذية وراجع تغذية وراجع فاحنا عاملين لون للراجع وعملين زي لون الأخضر دوت للتغذية علشان انت هتقدر تفرق أمامهم أو السيلبر؟ السيلبر ده نورمال بقى يعني ده اللي هو الستاندرد وسط الهوى دي طولها 10 متر بنستخدمها بتحل محل حاجات كتيرة جدا في الدكت لأن الدكت زي ما انت عارف بيبعبار عن صاج والصاج مكلف وبيكلف مصنعيات فالأماكن الصغيرة اللي احنا عايزين نوصل لها أو نوصل الهوى ليها في الفراغ بناخد من المجرى الرئيسي ناخد وصلة زي دي زي ما انت شايف كده تروح على ومؤمنة ضد أي تسريب وكل حاجة اه طبعا ودي مختبر ده الصوف الحراري صح؟ ده الصوف الحراري ده الشامبين برودكت أو المنتج الرئيسي بالضبط المنتج البطل بالنسبة ده عندنا ده وصلات التكيف المارنة دي اللي احنا بنا كنا برضو بنتكلم عليها دي بتشكل حلقة الوصل ما بين وصلة أو مجاري الهوى الدكت ما بين أو ما بين المكنة أو ما بين المروحة أو ما بين علشان تمنع انتقال الاهتزازات من المروحة للدكت ده قماش حراري معالج اه وقماش بيتم اختباره عند حجم شد معين أو حجم تنصيل معين اه ده كل ده بيتم اختباره فيه قماش حراري وفيه قماش عادي خلي بال حضراتكم الصوف الحراري داخل في كل حاجة قطاع التبريد والتكيف الصوب الزراعية عزل الصوت في المسارح ودور السينما قطاع الإنشاءات المعدنية الأبواب المصفحة الأجهزة المنزلية زي الأفران والسخنات والبوتجازات وغيرها كتير من الاستخدامات ايه الجرادل دي؟ ده اسمه الادهيسف دكت اديسف مواد العزل اللي زي الصوف الحراري علشان تقدر تركبها بتتم على مرحلتين اول حاجة انت لازم بتدهن اللاصق او الادهيسف وتاني حاجة انت بتستخدم المصمر لتثبيته فده جزء من الابليكيشن بتاعه ده كمان احنا بنصنعه هنا تعملت كل حاجة اه ده كان بيجي من برا من امريكا وبيجي من الهند وبيجي من كذا داوة ده دلوقتي بقى بيتصنع عندهن وبنصدره؟ وبنصدره وإيه ده مش معندس اللوح ده؟ ده فوم ده مش كده؟ ده الفوم اللازرق اعه فوم اللازرق مادة عزلة الحرارة تتميز بقوة انضغطها فاحنا بنستخدمها في الحاجات اللي عليها اه لود طب اعيز اصعك سؤال الصوف الصخري امتى بنعمله واجهات كده معدنية واسود ليه؟ عندنا كذا كذا للصوف الصوف مثلا ده وماش بنستخدمه كأبليكيشن لعزل الصوت الصوت اه اه طمام؟ تاني حاجة بنستخدمه فواجات المباني علشان يبقى واخد شكل لونه واسود ما يبانش فبنستخدمه كعنصر جمالي ان هو يداري او يخبي صوفة اه في الكرتنور فده مثلا أبليكيشن عندنا أبليكيشن تاني اللي هو الألمينيوم فويت الألمينيوم فويل أولا عاكس الحرارة فبيساعد في بيساعد في بيساعد في بتاعت العزل تاني حاجة هو حاجة اسمها ووتر فيبر باريار بيمنع احتفاظ العزل ببخار المياه ايه بقى المصورة الكبيرة او دي مش مونتسة؟ المصورة دي دي احنا بنعمل اكتار عندنا ده طبعا ده مقطع مقطع عشان بتورينا ده مصورة بيبقى طولها متر اه احنا دي جزء منها بالكتر ده؟ اه احنا بنعمل حد تلاتين بوصة تصنع المصورة تلاتين بوصة واحنا من الشركات الليلة في المنطقة اللي بتصنع بايب سكشن او مواسير بالأحجام دي دي طبعا مواسير الحجم الصغير ده بيدخل جوا مصورة صح كده؟ اه ده بيعزل مصورة كبير بيبقى ليه فتحة كده برضو ده خمانة مصورة وبتقفل وده البتومين العادي ده لفات البتومين العادية اه لكن زي ما تشايف عليها طبقة يسمعها دي طبقة حصوة او سليتس دي بتقدر تستخدمها كفاينة لفينيش وده بيستخدمه على فكرة كتير جدا في انجلترا بيستخدموه في افريقيا انا هتبس تقول للناس مفاجئة هو ده بيتعمل من الصوف الحراري ده؟ بيتعمل من صخور البازلت صخور البازلت اه صخور بوركانية بنصيرها 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 على 1400 درجة 1400 درجة كان درجة حرارة بوركان فاحنا بنصير الصخور ديت عن درجة حرارة 1400 الصهير دوت بينزل بينزل على راس غزل نفس فكرة غزل البنات بالزبط هي نفس الفكرة لكن على سكيل اكبر يتلمي ويطل سينندرات نشكله يطلع صوفه فايبر فايبر ده بعد كده احنا بنشكله وبنضيف عليه الإضافات بتاعتنا علشان نقدر نطلعه يتطبخ بالزبط كده احنا كمان نشغالين على البرودكت الجديد بتاعنا اللي هو الروكال بونيك استخدام الصوف في الزراعات المائية يعني يتحط في الصوب الهيدروبونيك أصدق؟ هيتحط جميع كل الشركات اللي كانت بتستورده هما مش محتاج لك ضييات اللي بحطها ها كل الشركات اللي كانت بتستورد الصوف من بره وتستورد الشرايح ديت احنا نقلص إن شاء الله على صدد انتاجها خلال شهر بالكتير بالمناسبة مصنع روكال نجح في توفير حوالي 20% من الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع واستبدلها بالطاقة الشمسية خلايا عملاقة بتغطي أسطح المصانع وبتوفر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة كمان فجئنا في المصنع بصوب زرعية بينتجوا فيها كل أنواع الخضر والورقيات وتنفزت بحرفية عالية ومعزولة بالصوف الحراري عشان انتجها بالكامل بيتوزع للعاملين في المصانع وبتحقق لهم الاكتفاء الزاتي فكرة ممتازة فعلا اشتركوا في القناة